لا حكومة في بيروت حتى إشعار آخر قول يلخص ما وصلت إليه المباحثات التي يأخذها رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري منذ خمسة أشهر من أجل تشكيل حكومة لا سيما بعد رفض رئيس الجمهورية ميشيل عون للتشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري قبل أسابع ومع توصل لمباحثات التي يحاول الحريري إبعادها عن الإعلام قدر الإمكان ساد بعض التفاؤل في أوساط المراقبين للوضع اللبناني بعد زيارتين إلى بيت الوسط مقر إقامة الحريري قام بها كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير وائل أبو فاعور موفدا من وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وذلك في تطور يشير بأن ثمة محاولة جدية لأحداث خرق في جدار الجمود السياسي في البلاد خاصة بعد أن أعرب جنبلاط عن استعداده للقبول بتسوية للتمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة غير أن هذه المحاولة أجهضتها تصريحات الرئيس عون على متن الطائرة أثناء عولته إلى بيروت بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيورك إذ فجأ عون الجميع بطرح جديد يتمثل في حكومة أكثرية في حال لم ينجح مسعى حكومة الاتحاد الوطني الائتلافية الأمر الذي يعيد الأمور إلى المربع الأول بحسب محللين لأسيما أن العقلة هي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيث يسعى فريق عون للحصول على أحد عشر وزيرا ما يمكنه من امتلاك الثلث المعطل وهو الأمر الذي سبق للحريري أن رفضه لأي طرف مؤكدا أن حل هذا الإشكال يتعلق فقط بحجم تمثيل حزب القوات اللبنانية يبقى لبنان إذن متأرجحا بين طموحات بعض السياسيه وأطماعهم خدمة ربما لأهداف إقليمية وأخرى دولية ترى في لبنان ساحة لتنفيذ مخططاتها لبسط النفوذ والسيطرة بينما يظل الشعب اللبناني يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بآماله في مستقبل أفضل